بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدان في حلقاتنا يوم الاتنين احنا دايماً بنكون مع بعض بنحاول بقدر الإمكان نحاول نفتح أبواب مهمة جداً 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 في بناء الإنسان وخاصةً واحنا الحلقات بتاعتنا اسمها يلا نبني واحنا بديين الكلام ده من سنوات واحنا ماشيين في يلا نبني بنلاقي حاجات لابد ان احنا نقف عندها وعدم الوقوف عندها ده يعني ان احنا مش عايزين نبني بناء صحيح واحنا اللي ان احنا عايزين نبني بناء صحيح تعالوا نسأل الأسئلة اللي في موضعها لان من أهم المواطن اللي بتكون مصدر فزع للأم والأب وهم بيربوا أولادهم وخاصةً هم مفسن الصبا ان ييجي الولد يسأل الأسئلة تتعلق بوجود الله وكأنه عايز يقول انه مش مقتنع ان فيه إله السؤال ده خلينا أقول لكم حالة الأب والأم بيقولوا ايه بيتنزعهم ثلاث مشاعر الشعور الأولاني انا معرفتش ربي الشعور التاني ابني رايح لفين الشعور التالت معقولة انا ابني اللي بترجع ان هو يكون بالأخلاق وبالجمال ينسف مفهوم الأخلاق كله ومصدر الأخلاق كله وهو حب ربنا ايه اللي حاصل ده الشعور ده اللي هو شعور الزهول ده شعور بيبقى قاسي على الأهالي فيه أهالي أول لما بيسمعوا الكلام ده من أولادهم بيخافوا وخفهم ده بيترجم في كلام ان ابنهم خلاص على وشك الإلحاد وانه شوية هيبقى كافر وخلاص هيخسر دنيته وأخرته ساعات الكلام ده بيظهر في كلام وبتقال وساعاته هم بيقولوا بيقولوا بحرقة وهو حاسس ان الكلام ده هو اللي هيوصله للانتيجة اللي هو عايزة بس حاضرت النبي ما عملش كده يعني حاضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة جمب سألوه وكانوا على فكرة الصحابة دولا الأقدر بإن يحصل عليهم الفزع لأعتبار أن حاضرت النبي بيعلمنا ايه حتى ردود الأفعال اللي احنا لازم يكون عندنا لما تيجي أسئلها زي كده قالوا له يا رسول الله يظل أحدنا يعني الواحد مننا يظل أحدنا يسأل من خلق كذا ومن خلق كذا يفضل يتسلسل لغاية ما يوصل إلى إيه فمن خلق الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم بكل هدوء بكل ثبات قال أوجدت مو قالوا نعم يا رسول الله قال ذلك صريح الإيمان أن يجي لك السؤال وتقدر تتجاوز السؤال بإجابة سليمة هو ده اللي بيأكد إيمانك وصريح إيمانك وعشان كده في الحقيقة عايز أطمن قلبي كل أم وكل أب لو كانوا بيمروا بالموقف ده أطمنهم أقولهمي أنهما يعدوه يعني ويطنشوه لا 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 خالص مش قصد كده أنا عايز أطمنهم أن ده مش موطن فزع لكن موطن يقظ عارفيني ليه الفرق فاكرين لما قلت لكم أننا في خمس حاجات بنعملهم كأننا بنتولد بيها من ضمنها أن الواحد يبقى أب أو يبقى أم إحنا بنتولدش وإحنا أباء وأمهات ولا بنتولد وإحنا أزواج ولا بنتولد وإحنا بنشتغل ولا بنتولد وإحنا عبيد بمعنى بنعبد الله كل ده محتاج تمرين محتاج تأهيل كل واحد فينا لازم يتأهل ويجتهد ولزاك الذين أمانوا وعملوا الصالحات لازم عشان تبقى عبد تستمر في العمل ولزاك حضرت النبي قال للسيدة عائشة فلا أكونوا عبدا شكورة يبقى إذن لازم ننتبه ونكون وعيين أننا إزاي عن ساعد أولادنا يمشوا في الطريق الصح وعشان كده نعمل الحلقات دي عشان نساعد بعض أنا أب وإنتوا بأباء وتعالوا نساعد بعض نساعد بعض مش بس عشان مجتمعنا لكن نساعد بعض عشان أولادنا مستقبلنا لابد أن احنا نمشي فيها ونشوف مصادر صحيحة تجاوب لنا على الأسئلتهم بطريقة صحيحة هو ده الصح وعشان ما حدش يقول ما لقيناش حد يساعدنا بنحاول مع بعضه وعلى فكرة هي تجربة مهمة جدا أن احنا نعرف إزاي نحصل معرفة عشان أولادنا أوقات كتيرة بتكون الأسئلة لو تجاوب عليها بشكل صحيح باب كبير لأولادنا من أبواب الرسوخ في باب الإيمان ويخلي قلوبهم متعلقة بالرحمن ويخليهم قدرين يواجهوا الصعاب في أي أوان ده لما الجواب يكون جواب صحيح مليان نور ومليان أمان وتفتح لهم باب على واسع لحب الله سبحانه وتعالى والاتزان في الحياة وفي كل ما يعرض لهم من كل أمور حياته وعلى فكرة ده بيأثر على كل حياته في عامل مهم جدا في أن الشكوك دي تنتهي وأن أولادنا يلقوا إجابات سليمة لأسئلتهم أو شكوكهم فنعمل إيه فتهديم لباب السلام وتهديم إلى أن يتوصل لله سبحانه وتعالى وأن الشكوك دي ما تستمرش فحاجة من اتنين إيه اللي يوصلنا أن الشكوك دي تنتهي أو تستمر لازم نخلي بالنا جدا 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 من عامل مهم جدا اسمه رد فعل الأهل رد فعل الأهل ممكن يحسس الأولاد اللي أنتو عملتو ده ده نهاية العالم اللي أنتو تفكروا فيه طب ما أنا وصلت لنهاية العالم فالولد يحس أنه وصل إلى المتاهة فمش يقدر يخرج تاني أو الأب يقول له على فكرة اللي أنت بتفكر فيه ده ده ممكن ورد على بالي في بعض الأحيين طب عملت إيه معايا بابا آه ده فيه فرق بين الاتنين في أول وهلة الأهل أول ما بيلاقوا أن فيه ميولة عند أبنائهم أنهما مش مقتنعين بوجود الله بتبدأ بقى معركة في البيت وبيحسوا ويحسسوهم بالذنب ويحسوا أنهم منبوذين في الأسرة ودي أفسد طريقة ممكن توصل نوصل أولادنا بيها لبر الأمان بالعكس أحنا بنسلمهم للشيطان فشك من الزنب على فكرة يستحق العقاب ولا السؤال كمان زنب السؤال ده موقف فكري الإنسان بيمر بي بيحتاج إلى أن حد يحتوي الإنسان ده وأحيانا بيحتاج أن أنت نفسك أن أنت تقوم بدور الرعاية دي مرحلة من مراحل ربنا بعتها لك عشان تقوم بدور الرعاية ويمكن بتخليك تنتبه إلى أنك أنت أسرت في رعاية في حاجات كتيرة يبقى الموقف ده موقف يحتاج إلى تفكير ورعاية واحتواء يستحق أن نسمعهم باهتمام يستحق أن النقاش الحكيم الرحيم ولو كنا قادرين وعندنا علم سليم لازم نناقش ونتعلم معاهم لازم نعرف أن مش كل أحوال التشكك في وجود الله جاي من تساؤلات حقيقة في شك ظاهره وإنكار لوجود الله وفي الحقيقة نوع من أنواع التمرد على الله التمرد ليه؟ ساعات أولادنا كتيرة جدا جدا بيبقى التمرد ليه أسباب كتير منه مثلا أنه شايف أن أبوه رفضه فبيقوله ده اللي أنت بتقول ليه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالولدين إحسانة طب هم بيحسنش ليه ليه؟ أنت أمرني أن أنا أحسن لحد بيئزيني ليه؟ فيكون التساؤل كده أنا مش ببرر أن أولادنا يستمروا في كده لكن أنا بوصف وبشرح إيه اللي إحنا لازم نفهمه وأولادنا في الحال ده لذلك إحنا عندنا أسباب متنوعة ممكن تجعل أولادنا يشكوا في وجود الله واحد التسلط الشديد للأهل أوقات كتيرة بيكون إنكار وجود الله مش إنكار حقيقي لكن نوع من أنواع التمرد على التسلط الشديد عارفين ليه؟ لأن البوابة اللي بيتعرب فيها الأولاد على الله هو الأب والأم فممكن تعرف الأولاد على ربنا بأنه ربنا متسلط وصاحب سلطة وبيمرس السلطة بلا حكمة وساعات الأولاد بيفهموا كده لأنه بيشوفوا الأب والأم بيتصرفوا معاهم وبيتصرفوا معاهم ويتحكموا فيهم بلا حكمة وزي كل ما يكون الأهل حسين بعبوضيتهم لله وكل ده خلى العلاقة تكون قوية بين الأولاد أنتوا مش أولاد دولا مش بتوعكم أولاد دولا عبيد لله زيكم والأولاد كل ما حسستهم أن هم عبيد لله زي زيهم يقبلوا على الله من أقرب طريق يعني لو الأب عبد هتلاقي ابنه بيسأل عليه وبيتطمن عليه ليه؟ هو حاسس أنه عبد فقير فيحس أن ابن أن أبوه محتاج ليه زي ما شوف الفت شوف هذا المعنى العبقري أنه حاسس أن أبوه محتاج له زي ما هو محتاج لأبوه فيحس أن هو هو أبوه بينهم حاجة فهم الاتنين محتاجين لي مين؟ آه أليس الله بيكافر عبده فيحس أن هم الاتنين محتاجين لي ربنا ويلاء أبوه وهو بيرعاه وبيمسؤول عنه يقول يا رب رزقك لأولادي يا رب احفظني أنا وأولادي عبد حقيقي لله لكن لما يحسسه أنه ما لوجه غيره وأنه لو سابه عيضيع في الحياة وإنت لا يمكن أنا أمنعك وأعمل فيك وسويك فيحس إيه ده هي كل اللي عنده سلطة بيعمل كده طب ربنا عنده سلطة أكتر من سلطة أبوه طب وعي يعمل بيه فيه أكتر من اللي بيعمل أبوه وعشان كده تلاقي مثلاً الكلام ده مثلاً بين سيدنا عمر وسيدنا عبد الله بن عمر إيه اللي حصل تلاقيهم إزاي اللي اتنين عبيد إزاي سيدنا عبد الله بن عمر بينصح بينصح سيدنا عمر الفاروق وإزاي بعيشوا مع بعض الأخوة الإيمانية بشكل عارفين لو بنعيشوا الأخوة الإيمانية والعبودية لرب العالمين إحنا الاتنين مش هحتاج إن أنا أعمل ما أسميه أنا الصحبية المبتزلة اللي بنعملها مع أولاد فيه صحبية مبتزلة إن الوقت يتكلم مع أبوه بقلة أدب وبجاح لكن إحنا الاتنين لو حاسين إن إحنا عبيد لله مش هنحتاج نقترب بالصحبية المبتزلة ده يعني بقى إحنا الاتنين قريبين من بعض عشان إحنا الاتنين عبيد لله ما تستهنش بالله أنا بيقولك ده وعشان كده أشنع أنواع التسلط لما يكون التسلط والشدة والعنف في تعليم الأولاد العبادة زي ضرب الأولاد مثلا بقسوة عشان ما بيصلوش أو ضرب البنت عشان الحجاب ما تستعجلوش بس ما تفهموش الأحاديث بشكل مخطئ علموا أولادكم الصلاة اللي سابع ودرومهم عليها وهم أبناء وقعش الضرب هنا مش ممكن يكون الضرب اللي أنتو بتعملوه لأولادكم اللي بيكسر نفسيتهم وبيزلهم وبيهنهم زي ما برضو إحنا فكرنا أن الضرب بتاع السلطة هو نفس الحكاة دي يا جماعة هو إبراز لعدم الرضا ده عدم رضا لأن سيدنا عبد الله بن عباس لما بيفصر الكلام ده بيفصر الكلام ده عشان الناس تفهم لكن ما ينفعش أن احنا نعمل ده مع أن الحجاب جاي على فكرة يسون كرامة المرأة فالأنت لما تكسر المرأة بقى وتزل المرأة هتفهم إيه؟ فازي هتفهم البنت أن الحجاب جاي وهو رمز للكرامة وإنت بتدوس على كرامتها بالضرب كل ده بينفر الأولاد من دين الله ومن المعاملة مع الله حضرة النبي علمنا صلى الله عليه وسلم يقول لي ستين عائشة يا عائشة ما كان الرفقه في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة فيه أباء بقى هيقولوا بس ده اللي احنا تعلمناه وعملناه إحنا عناعمل اللي احنا تعلمناه علمونا أن احنا نترعب من ربنا ونحطه قدام عينينا دايما نخوف من عذاب القبر لذلك الخطاب الديني لأهل التدين الكمي كان سبب من أسباب ميول الشباب للإلحاء والتمرد عن الإله ليه طيب يعني هم عقولة أن أنا عسيب النعيم اللي أنا فيه ده والتعلم والحكمة دي وروح لهذا الرعب معقول الدين ده اللي مفروض جاي رحمة يكون فيه كل هذا الرعب لما التدين الكمي حول الدين إلى فيلم رعب عند الأولاد عايزي الأولاد دي ولذلك أنا عندي 80% من حالات أن أنا تعاملت معاها كلهم كانوا بيقولوا إيه كلهم كانوا بيقولوا إحنا نشأنا في هذا التدين الكمي وأهلينا ربونا على أن ربنا إله متربص متربص بينا طيب إذا كانت الدنيا فيلم رعب والأبر فيلم رعب والأخلى فيلم رعب مش عايز فيلم الرعب ده كل واحد يقول لي طب وإحنا مش هنخليهم يخافوا من الله آه يخافوا من الحبيب مش يخافوا من العدو هو ربنا إمتى كان عدو للبناء مين امتى كان ربنا عدو للمؤمنين امتى ربنا كان بيتربس بالمؤمنين هنعمل ايه في قول تعالى الله لطيف بعبادي قال لي مش لما يبقى عبد وانت بتتلقق عشان تخلي الولد مالوش علاقة بربنا مش لما يبقى عبد الاول يبقى ربنا لطيف فيه لا ربنا لطيف في العبودة بالعباد جميعا فاول حاجة التسلط الشديد ده تاني حاجة بقى الصدمة في الاقربين او في الرموز بعض الابحاث اتكلمت على ان الصدمة في الاقربين والرموز احد اهم اسباب التشكك والميل الى التمرد على الله انا بحب كلمة التمرد على الله اكتر من كلمة والتمرد على التدين انا بحب كلمة التمرد على التدين والتمرد على الله اكتر من الحال الصدمة دي في الاب مثلا ولو كان بيعمل عمل غير اخلاقي او ارتكب اثم كبير فيحصل الأولاد صدم آه لو قابلوا رجل ظاهر ومتدين مثلا أو بيتكلم في الدين فطلع مرتشي أو بيأكل أموال للصداقات فبيتصدموا ويتزعزع إيمانهم ويحسوا أن ربنا والدين ده مش حقيقي ولذلك مهم جدا نربي أولادنا من هم وصغيرين نربيهم على أن البشر مش صفتهم العصمة وأنهم ممكن يعني فكرة يتوبوا والله سبحانه وتعالى يقبل توبته يعني لو أن الأب ما قعدش يهاتي ويرفض أنه هو وقع في الخطأ وجيه واعتذر وتبقي إلى الله سبحانه وتعالى هيبقى فيه فرق كبير ولذلك احنا لازم نعلم أولادنا فيه فرق أن أنت تتخذ رمز وفيه فرق ما بين المعنى وعشان كده لما الرمز هيسقط فالمعنى ما بيسقطش فالرجل اللي احنا توسمنا فيه الخير ممكن يكون رمز للدين لكن هو أكيد مش هو الدين تلت حاجة زعل من ربنا بقى أوقات الأولاد بينشاؤوا في بيئة فيها نوع من أنواع المعاناة زي أن أحد من الأولاد أصيب بمرض عضال أو إنه يفقد حد منهم أو إن لو كانت الأسرة فيها تفكك وعنف أسري أو لو كانوا متأثرين بالمعاناة اللي بتحصل حوالينا ما أنتوا شايفين الحل اللي حوالينا بيعملوا إيه في المستضعفين المجرمين فيكون جواهم زعلنين زعلنين إن الصهينة المجرمين بيعملوا كده فيسألوا ليه؟ ليه ربنا؟ ليه أخذ أبويا مني؟ أو عارف إن أنا أكتر حد بحبه؟ ليه ربنا سايب أهل فلسطين كده؟ إزاي يكونوا هو أرحم الراحمين وفي نفس الوقت سايبهم يتعذبوا العذاب ده؟ ودي مهمة شيخ عالم حكيم يفق ليهم التناقضات اللي حصلت في أزانهم دي ويعلمهم إزاي يقروا الأحداث الصعبة في الحياة وإن الأحداث الصعبة في الحياة مش جاية للتعذيب ولكن جاية للترقي والتفهيم جاية للتهزيب وجاية للتعليم وإن الحياة مش وقفة عند النقطة دي الحياة هتكمل وحتكمل بمدد ربنا يابا أمم حصل لها كده وحضرت النبي يعلم الناس الدرس ده إن هم يستمروا إحنا مستمرين مستمرين ومحدش هياخد لأرض ولا عرض إحنا مستمرين محدش هيقدر أبدا يتجاوز معانا إحنا مستمرين ومتمسكين بأرضنا ومتمسكين بأرضنا وعنفضل عشان معانا ربنا بس إحنا محتاجين إن إحنا نتعلم الدرس إحنا في مدرسة كبيرة ربنا بيعلمنا فيها والدرس مش معنى إن هو صعب إن الدرس مش مفيد ولا معنى إن الدرس صعب إن هو جاي عشان يزلنا إحنا سبتين ومحدش أبدا عايز عزعنا ونزالك لازم نعرف أولادنا إن زعلهم ربنا ده زي زعل التلميذ من المدرس ما تزعلش ده عايز يعلمك عايز فهمك عايزك تقوى عايزك تفضل ثابت عايزك تفهم إن النصر مع الصبر لازم تفهم إن النصر مع الصبر ليه؟ لأن النصر لما ييجي مع الصبر تحس بقدي إيه مدد ربنا وتحس بقدي إيه أنت إنسان قمت بوجبك لكن لو جالك نصر من غير ما تعمل أي حاجة سهل إن أنت تفرط في أرض ولا سهل إن أنت تفرط في عرض رابع سبب التربية على الكمية فكرة الكم خاصة في الدين واحدة من أهم الأسباب أنا بكلمكم على التحليلات والدراسات اللي إحنا عملناها بتخلي معرفة الأولاد عن الله معرفة مشوهة زي لما نغرس في أولاد ده إنهم بيعودوا ربنا عشان الحسنات بس وما حد وأنا بقوله بربيهم عشان الحسنات بس وكاننا بنتعامل مع تاجر وعشان كده تجد التدين الكم يدائق جدا 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 إنما أبو عسل وقتم المكارم الأخلاق مش عايزيني الحديث صحيح طبعا تعمل في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مع الرحمة دي مكرم الأخلاق موالدين أنت بتصلي عشان مكرم الأخلاق إن الصلاة تنع عن الفحشاء والمنكر والذكر الله أكبر لكن لما تعال رب الولد على إنه بيعبد ربنا عشان الحسنات بس هم بيلاقيش حياته بتتملي بيلاقوا حياته فارغة هو بيحس بنفس الإحساس طبعا إحنا لما بزيد عندنا الأرقام بنحصل إيه بعد ما بيتوصل أرقام رقم معين ما بنحسسي لا بسعادة ولا بلز العلاقة اللي بينه وبين ربنا مش علاقة خدوهات أصلي الصلاة الخمسة تديني خمسين حسنة أدعي لك تحقق لي اللي أنا عاوزه كأننا متعامل مع صراف وحشاة تعالى الله عن ذلك علوة كبيرة فيحس إنه هو ما مش بيتعامل مع إله يحس إنه هو مركز العلاقة مش ربنا سبحانه وتعالى شوفوا حضرة النبي علمنا معنا الصلاة إزاي الصلاة صلة بين العبد وربي فيدخل الواحد في الصلاة فيدوب فيرجع يخرج من الصلاة كأنه مخلوق جديد وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدس فيما رواع الرب العزة قسمت قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حميداني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالكي يوم الدين يا الله قال الله عز وجل مجدني عبدي عايزين رب أولادنا على كده مش لازم تروح تصلي عشان ما يحصل لكش وما يحصل لكش وما يحصل لكش وعشان تاخد لا يدوب في الصلاة ومحدش يقول لي أن ده ما يحسش به الولد ده الولد ده هو ده اللي بيحس به الولد بيحس أنه عايز حضن لما تيجي تبص بالطريقة الكمي هو الحضن ده يعمل له إيه بس هو ده منيته في حياته فلما هي روح للصلاة بأن هي صلة هتمل حياته كلها خلقنا سبحانه وتعالى محبة وجعل العبادة صلة عشان هو بيحبنا وإحنا مش مستحقين لأي شيء إحنا عبيد يفعل بنا ما يريد الحاجة الخامسة عدم الرد الصحيح على الأسئلة الوجودية عدم الجواب على الأسئلة الوجودية وساعدت رافض الأسئلة نفسها عدم الإجابة على الأسئلة بيزود من السيولة الدينية واللي خلت عندنا شكل من أشكال التمرض العقائدي وأوقات كتير رد الأهل على الأسئلة الوجودية سواء بالاستهجان أو بالتخويف بيخلي أولادنا حاسين بأنهم ما لهمش حق يسألوا وأنهم مهددين فينفروا أكتر من الدين وعدم الجواب الصحيح على أسئلة للأولاد زي ربنا فين؟ ليه ربنا خلق المرض؟ ليه خلق الموت؟ خطر خاصة لو اعتبروا جوجل شيخ وأسك شيخ وبدأوا يسألوا الزكار يصطناعي فيجاوبهم وبحثوا وما لقوش إجابات مقنعة سليمة أو لقوا في طريقهم كتب أو ناس ملحدين بيتكلموا بطريقة شبه منطقية وهي مش منطقية ولا حاجة لكن دخلت دماغهم وعرفوا يكلموهم السبب السادس المعرفة الخاطئة عن الله لو جي حد من الأولاد وسألك ربنا فين؟ هتقول له إيه؟ ربنا في السماء؟ ودي واحدة من أهم الأخطاء الفادحة اللي بتحسس الأولاد إنهم مش بيعبدوا إله متصف بالكمال قصوا بالسماء عن السماء اللي فوق دي السماء اللي فوق يعني إيه السماء اللي فوق؟ المساحة اللي فوقينا دي فلما تقول له ربنا في السماء اللي هي الجرم اللي فوقينا ده اللي هو مخلوق من مخلوقات الله يبقى ربنا في السماء ربنا في السماء يعني ربنا عالي القدر الله أكبر هو ده معنى أأمنتم من في السماء لكن لم حد يجي يفهمه أنه في السماء دي يقول له الولد على طول عنده أسئلة كتير طيب إذا كان في السماء دي طيب قبل ما كان في السماء دي هو كان فين طيب هو لو في السماء يبقى مين الأكبر وده يبقى للأهمية أن احنا نتعلم علم العقيدة بطريقة صحيحة وعشان كده التدين الكم بيكره خالص ما نهجل الأوزر الشريف عشان بيجاوب على الأسئلة صح ونعلم لأولادنا أنه لما تم تجميد دراسة العقيدة وكرس أهل التدين الكم فينا أن دراسة العقيدة دي للإيمان والكفر بس مش أن احنا نعرف الله لنبدأ معاملة ونبدأ علاقة واسعة مع ربنا بعيدنا عن المعرفة السليمة اللي بتضبط علاقتنا بربنا ومعرفتنا بربنا علم العقيدة مش جاي للإيمان والكفر أننا أحكم علي أننا مؤمن وده كافر لكن جاي للحياة جاي للتعرف على الله وهو اسمه علم العقيدة عشان القلب بينعقد فيكون ثابت في كل تصرفاته في الحياة فعلم العقيدة جاي عشان الأخلاق عشان الإنسان يمارس حياته وأخلاقه في الحياة وهو عبد لله مش يمارس الأخلاق وهو سيد عنده طبقية دينية وأرجو أن تشوفوا حلقة الطبقية الدينية مهم جداً هتفدكم جداً وإحنا بنتكلم على إزاي أن نربي أولادنا ونجاوب على أسئلتهم لأن لو حد بيربي أولاده وبيجاوب الأسئلة بطبقية دينية أكيد الأولاد في لحظة من اللحظات هيحسوا أنهم بعض جزء من الآلهة أو بعض الآلهة فبعد كده يحسوا أنه ما فيش حاجة في الحياة لكنه ما يحس أنه بيعبد الله كل ما جاء على بالك فالله على خلاف ذلك يحس أن الحياة وسعى أن الله يمين الله يملأ سحاء الليلة والنار يمين الله اللي زي يميننا تب ما تخلص لا يمين الله يعني كرم الله وسع الله وإن الله يمين لله يمين ولكن المعنى إيه بقى؟ المعنى أنه يحس بالوسع عشان كده احنا محتاجين نبص على الإجراءات دي ونقولها بسرعة كده محتاجين نرجع علاقتنا بأولاد بلاش شدة وتسلط اللين يا سادة اللين لينه لينه في أيدي أولادكم لينه في أيدي إخوانكم اتكلموا معهم واسمعوهم بلطف وحكمة تاني حاجة رب ولادكم على محبة الله اجعلوا محبة الله هي القيمة المركزية وحطوا تحتها تلات قيم الرحمة والخير والجمال يحبوا ربنا الرحيم بيهم يحبوا ربنا الذي لا يحب لهم إلا الخير يحبوا ربنا إلا هو سبحانه وتعالى بيجمل حياته وإن العبادة صلة بينهم وبين ربنا مش رصيد ولا وسيلة عشان ربنا سبحانه وتعالى يحقق لهم مرادهم عشان لما ما يتحقق لهمش مرادهم ما يقولوش أنهم مش يحبوا ربنا ولا إن ربنا متربص بيهم تالت حاجة لما ولدك يسألك أسئلة في العقيدة احتويهم وشجعهم إنهم يتواصلوا في السؤال وحاول تبحث عن الإجابة على الأسئلة دي من مصادر موسوقة وبالمناسبة أنا قاعد من هنا ورايح أنا منتظر أسئلتكم الأسئلة اللي بيسألوها لكم أولادكم هتون أسئلتكم اللي بيسألوها عليها أولادكم وتعالوا نجاوب عليها نجاوب عليها عشان ما نسيبش الأسئلة من غير جواب لأن ما فيش سؤال إلا وليه جواب حتى لو كان جوابه الله الواسع أعلم وروح لربنا هيعلمك بس هو لما يتأسس إن ربنا بيحبه وإن ربنا مش هيسيبه وإن ربنا هينجيه لما يعرف إن ربنا بيحبه مش ربنا متسلط عليه ولما يعرف إن ربنا سبحانه وتعالى موسع الأرزاق وما فيش سؤال إلا وليه جواب أكيد 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 هيلجأ ربنا وبدل ما تلاقيه بيتمرد عليك وبيتمرد وزعلان هتجده في كل موقف ما عندهش غير ربنا لأنه هيحس إنه عبد ومش هيتخاف عليه لأنه العبد ما يتخافش عليه أليس الله بكاف عبده الله لطيف بعباده يا رب العالمين أجعلنا دائما سندا لأولادنا ليعرفوا مدى نعمتك ومدى كرمك ولا نكون حجابا بينك وبينهم يا رب العالمين بسوء أخلاقنا اللهم ألهمنا رشدنا واجعلنا بابا من أبواب دلالة أولادنا على محبتك وعلى رحمتك وعلى جمالك يا جميل يا رب العالمين بعد الفاصل نتلقى أسئلاتكم المباركة ونجوب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا حضرتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ونتنتظر أسئلتكم من هنا ورايح خالص عشان نجاوب عليها ونجاوب على الأسئلة ونخصص لها وقت ونجاوب على هذه الأسئلة ولكن أنا بشكر أستاذة فريال على شكرا على سلسلة الحلقات اللي احنا نتكلم فيها سواء في الله نبني أو في كل ما نتكلم فيه بخصوص الأسرة شكرا لحضرتك وأنا ممتن جدا جدا لأن انت اتصلت وشاكرتين وناخد أول سؤال من أستاذة أم أحمد من الإسماعيلية أستاذ أم أحمد الله يخليك يا دكتور كل سنة وحضرتك طيبة الله يخليك أنا والله أنا مبسوطة جدا بالحلقة الدسمة الجميلة بتاعة حضرتك دي أن حضرتك لمست وحطت خطوط على حاجات كتير قوي في الحياة وأنا مبسوطة من حلقة حضرتك وبأتمنى برضو عن طريق حضرتك صاحب دعوة جميلة أن أنت برضو حضرتك الواحد بيربي عياله وبيستهد مثلا معاه بس أنا دايما بالنسبة لأولادي بقول مثلا أن أن ابني أو بنتي ده كيان أنا مستخطرش بعقل طفل وأقول أن العقل ده عيل أو أن أنا مثلا أو البيت ده عيلة لا المفهود أن أنا مثلا أعامل كل طفل ده عبد زينا بالظبط يعني هو عنده رزق ده عنده رزق ده عنده رزق ده عنده رزق ده عنده رزق ربنا بيدقوله هو فيه معاملة بينه وبين ربنا ليه هو نحن ونرزقكم وإياهم ليهم هو هو ليه رزق هو بتاعه هو تفضلي يا أستاذة موحمد أيها وأنا بصراحة دي وحب الله حضرتك تكلمت فيه وأنا مبسوطة قوي لأنني يعني أنا من وانا تسلة أنا بتكلم عن نفسي يعني من وانا تسلة صغيرة كنت يعني جبت بمصروفي كتاب كان عنوان حب الله يا سلام وقد إيه أن الأب والأم يعني أنا أمي رحمة الله عليها وأبوي ربنا يا ربي يخلهولنا يعني كانوا دايما بيقربنا للصلاة ودايما يقولك إيه حدثي مع ربنا عن طريق كتاب المصحف مثلا نعم فالواحد برضو مؤثر ليه دور أنا ما بربيش مثلا بأكل وبشررب ماشي بس لكن أنا برضو لازم أغز العقول وغزيها بقربها من ربنا سبحانه الله يعني دي حاجة مهمة قوي إن إحنا في حياتنا فيه ناس معايشي لهيها الدنيا قوي كلنا تعبنين وشأينين مثلا عشان خاطر أولادنا بس ما فيش حتة إن إنت إن أنا لأ إن أنا مثلا إن أنا لأ أكل وشرب والصلاة مش مهم أنا المهم إن أنا ابني مثلا أو بنتي يكونوا أكلين كويس لابتين كويس لهم بقى ربنا يهدي لما يكبروا لأ ما فيش حاجة كده حضرتك المفهود بأل حب الله وحب الصلاة وإن معلومات عن دينك لا لازم يعني أعرف ديني أعرف ديني أعرف ربنا اللي خلقني ده مهم قوي شكرا وبس حضرتك أنا عايزة بس تقول كلمة أولا أولا أنا ممتن جدا لمداخلتك دي دي أول حاجة أنا ممتن لمداخلتك سؤال حضرتك بقى سؤال سؤال دلوقتي أنا بشوف ناسك ناس في حياتنا اللي احنا عايشين فيها مش أقول من الأقرباء بس أقول بس فعامة أنا شوفت مناظر مش حلوة يعني في المجتمع زي مثلا لما ربنا رب العزة قال ايه وبالولدين احسانا الولدين اللي هم الأب والأم صح في ناس لما أهليها بتجبر الأب ده لما بيجبر أو الأم لما بتجبر ضحوا بالحياة طول السنين باستنفيذوا طاقة ومجهود في التربية وكل ده لما الأب والأم يجبروا مش لهم حق علينا ان احنا نحترمهم أنا أكلم حضرتك أنا أكلم حضرتك وكلم وأجه الناس حضرتك تتكلم لأن في ناس بيشايفين ان ده عادي ان أنا زعق لأبويا أنا أواعد حضرتك ان احنا نعمل حلقة إزاي نتكلم بس برضو قلنا كلمة كده للمجتمع حاضر أنا أواعدك ان احنا نعمل حلقة حلقة مستقلة في الكلام على مسألة القسو على الكبار لأن في الحقيقة اللي حاصل دلوقتي من القصو على الكبار لا لا يمكن حد يتغافل عنه فاحنا هنتكلم ليه بيحصل القصو عن الكبار وازاي اني قدرنا عليك بس خلينا اقول لحضرك دلوقتي انت حضرك بتقولي لي دلوقتي احنا على فكرة من غير الولدين ما كانش هيبقى ان وجود ربنا جعلهم سبب في وجودنا ومعنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى جعل في سر سر بيننا وبينهم بحدش يجي يقول انا ليه احسن لهم وهم خلاص خرجوا من الخدمة هما كانت خدمتهم لغاية ما وقفت على رجال اجلية وبعد كده لا 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 هما خرجوش من الخدمة الخدمة هتفضل في دمك ولحمك الخدمة هتفضل في افكارك ده ربنا سبحانه وتعالى ما خلاص فيه فيه ارتباط جيني بينك وبينهم الا عشان تعرف ان هما سر بيوصلك لربنا فانت لازم تعرف ان هما هيفضلوا فيك وعشان كده لابد ان انت تحسن اليهم تحسن اليهم على كل حال حتى ولو كانوا عايزين يوضوك الى الضلال برضو اعتدهم الى الخير وتستمر في حسن اليهم وتستمر في الطاعة وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك بيه علم فلا تطعمه وصاحبهما في الدنيا معروف ما فيش حل الولدين ما فيش حل ان احنا نحسن اليهم مهما كان سنهم بالعكس كل ما بيكبر الواحد فيهم كل ما بيبقى باب واسع للرضى ربنا يا رب جعلنا من اهل رضاك يا رب العالمين استاذة سامة من اسكندرية اهلا وسهلا اهلا اهلا يا استاذة سامة اتفضلي انا عايزة احكي حاجة اتفضلي يا استاذة بابا منفصل عن ماما بقاله خمس سنين طيب بابا منفصل عن ماما بقاله خمس سنين وبعدين وهو بيعني بنقدر نرن عليه مش بيرد علينا وبيعمل لنا حاضر طيب وعلى طول يقفل سليفونه لما نعرف ان احنا لما بيعرف ان احنا نبنان طيب دلوقتي احنا نكلمه تاني ولا لا او هو هلا يتحسب علينا ولا يتحسب ماشي يا سامة اولا احنا كلنا يا سامة عايزة اقولك حاجة كلنا كل الموجودين في الستوديو وكل الموجودين بيحبوك اه وبيقدروك جدا 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 واحنا اللولة اللي هوا كنا سقفنالك كلنا سقفنالك كلنا ليه لان في الحقيقة انت عملت حاجة مهمة اوي ان انت حبيت تتعلمي ودي حاجة مهمة جدا وتعلمتي في ظرف حرق جدا ظرف بابا اللي هو المفروض يكون قريب بيعمل حاجة انت مش قادرة تفهميها انا فهمك حاجة ممكن ماما لو هي قاعدة جنبك او الناس يقولوا احنا مش مش قادرين نفهمها بصي بابا بيعمل حاجة غلط وربنا ما بيرداش عنها وربنا مش راضي عن هذا التصرف ايه الغلط الكبير اللي هو بيعمله هقولك حاجة ان خلى مشاعره يا عارف انت لما تتدايق من صاحبتك وتبقى عايزة تربيها كده عارفة اه هل انت لو ضربتها انت بتعمله حاجة صح لا اه هو خلى بقى مشاعره دي تتغلب على قيمه واخلاقه وعقله او فهو كان محتاج شويتين تلاتة ماما مامته وبابا يعودوا زمان معاه يقولوله لما يحصل ده لا تغضب ما تعملش الحاجة الغلط ما تخليش مشاعرك تضغر عليك فتضيع الدنيا وتبوز الدنيا اه فانا نصيحتي دلوقتي اني ما تخليش مشاعرك انت كمان تضغى عليك فلما تتسلي به انت بتتسلي به عشان انت بتقولي ان انا ليه اصل اسمه بابا اه وانا متمسكة بالاصل ده طب هو لو هو غلطان عنده تلات بنات تنينة وبيصف عليهم يعني معايشهم احسن عيشة هو يعني هو غلطان هو غلطان بس بدي عذبنا عبالما يبعد خلنا بص يا سما بص يا سما انت امر وانت وبص احنا عندنا حاجة كده في اللغة بتقول كله اللهم من اسمه النصيب انت سما يعني انت ربنا يرفع قدر جدا ربنا ليه طيب عشان انت سما عاليا فلازم انت ترتفعي عن اللي انت اللي ده هو بيعمل غلط اسألك سؤالة هو لو حد عمل غلط احنا نعمل غلط اصاده اصلا اصلا هو قولي لما بيتسلمي يفضل يدي على ماما ويقول لي هي وش النوع هي اللي جايبان للفقر هي مش عارف ايه هي مش عارف ايه وهي ماما ربنا اول حاجة اول حاجة سما ربنا مش هيستجيب له اول حاجة ربنا مش هيستجيب له لو هو ظالم ربنا مش هيستجيبه متفيين على ده اصلا المراقب هي اللي بتقوله ما تبعثي هون وفي نفس المدرسة يعزبنا عبارة ما يبعثها وبيبضل يرزلونه تحت في الحقوق وبيبمشونا بالمدرسة بصراحة بان احنا مش بنتقل وذن الزنبين احنا خلينا اقولك حاجة يا سما ببساطة خالص تعالي انا اعجابك على السؤال ده انت عندك حاجة تانية عايزة تسألي عنها لا خليك معايا انا اعجاب عليك بس عشان لو احتاج تجي احنا محتاجين نقسم الكلام معاك الى ثالث اقسام اول حاجة اللي بيعمله بابا ده صح ولا غلط تاني حاجة احنا دلوقتي نعمل ايه تالت حاجة انا مفروض في المستقبل اعمل ايه اول حاجة اللي بيعمله بابا ده صح ولا غلط 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 وخاصة معاك انت خاصة معاك انت واخواتك غلط ان هو يعمل كده اللي هو مسؤول عنكم خلاص فاللي هو بيعمله غلط ده وظلم وده حرام وهو لو سمعني بابا سما اللي انت بتعمله ده ظلم وسما دي في رقابتك طيب نعمل احنا ايه بقى لازم نتعود من دلوقتي اللي يعمل معانا غلط ما نعملش غلط طب وفي المستقبل ايه انا عندي اب حتى لو غلط بس انا عندي اب هو غلط انا اتعودت ان انا شخصيتي تبقى اقوى من غلط الناس في حقي فهماني يا سما اتنين انا اسمي سما واكت اسمه رمائك خلاص انت فاهمة كده هو اصلر يعني بيتبح كل ايد وبيفايح كل رمضان شو مبارح اسماعين انت فهمت ان انا قلته يا سما الاول انت فهمت ان انا قلته يا سما لان واضح ان احنا بستعمل ازاي بالزبط واحنا يا سما هنستمر على ده واحنا كلنا بنحبك وبنقدرك وربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك وكل الحاجات دي هتمر وهتسعدي وهتفتكر المكالمة دي لما تكوني ملء السمع والبصر يا سادة اتقوا الله في اولادكم يبدو ان الحلقة دي مش هتققى يعني لازم لازم نكمل لازم نكمل عشان ابو سما يعقل شوية ابو سما اتق الله في اولاده ابو سما يخلي باله وانا مش اصد ابو سما بعينه انا اصد كل حد بيئذي اولاده كل حد بيمارس مع اولاده نوع من انواع الظلم والكراهية والازى والرفض اولادكم مش حملة كده احنا كنا زمان عندنا تعبير ان اولادنا دولا عاملين زي الخضار زي الخص لانهم حديث وعهد بربه الاولاد دولا ما فيش بينهم بين ربنا حجاب فاتقوا الله في اولادكم لانهم بابنا الواسعة لربنا يا رب اجعلنا نكرم احبابك يا رب العالمين ونحسن اليهم ونكون دائما في رضاك من باب اطفالنا الذين هم جنتنا في الدنيا يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين اجعلنا من الرشدين في كل وقت وحين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة